مجادة ثالثة من التلفزيون المصري أهلا بكم حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الصحور الذي أقامته القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وأشاد الرئيس السيسي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة كما قدم الرئيس السيسي التهنئة لرجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري بقرب حلول عيد الفطرة المبارك حضر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الصحور الذي أقامته القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وهناءت القوات المسلحة السيد الرئيس عبد الفتاح سيسي بتولي فترة رئاسية جديدة لاستكمال قيادة أمتنا المصرية وتحقيق ما تصب إليه من الآمال والإنجازات الطموحة لبناء الدولة العصرية القوية على كافة الأصعدة مؤكدة بأنها ماضية بكل قوة في الوفاء بالمهام والواجبات المكلفة بها لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصري العظيم وأشهد السيد الرئيس عبد الفتاح سيسي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة وما يقدمه رجالها من عطاء وتضحيات للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي وبناء وتطوير القوة والقدرة التي تحفظ لمصر أمنها واستقرارها وتحقيق مصالحها القومية ودعم جهودها نحو التنمية والبناء والتقدم في شتى المجالات مقدما التهنئة لرجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري بمناسبة يوم اليتيم وأكدت السيدة انتصار السيسي خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعية أكدت أن لكل يتيم الحق أن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية ودورنا أن نوفر لهم كل سبل الراحة والأمان والتعويد وشددت على ضرورة أن يكون كل منا عائلة لكل يتيم نشاركهم أفرحهم وأحزانهم ونرسم البسمة على وجههم ذكرت وكالة رويترز أنه من المتوقع أن يتوجه مدير المخابرات المركزية الأمريكية إلى القاهرة مطلع الأسبوع للقاء مسؤولين مصريين ومدير المخابرات الإسرائيلية ورئيس الوزراء القطرية وأضفت رويترز نقلا عن موقع أكسيوس أن الزيارة تأتي في مسعى لتحقيق انفراجة في المحادثات بين إسرائيل وحماس الرامية لوقف إطلاق النار والإطلاق صراحة المحتجزين قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة ترحب بجهود إسرائيل الأخيرة للسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكنه أكد أن النجاح سيقاص بنتائج تحسن الوضع على الأرض وأضف بلينكين في كلمة إلى جانب زعماء دول الالتحاد الأوروبي في بلجيكا أن بلاده ستنظر إلى عدد الشاحنات التي تدخل غزة كما ستنظر واشنطن أيضا إلى المؤشرات على المجاعة المحتملة لمعرفة ما إذا كانت تتراجع مؤكدا تطلع بلاده إلى رؤية مساءلة عن الضربة الإسرائيلية على قافلة مساعدات منظمة وولد سينترال كيتشين محملا إسرائيل مسؤولية لتعزيز البهود لحماية المدنيين لأقصى حرب تمنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة هذا وقد صوتت 28 دولة لصالح القرار وامتنع 13 عن التصويت فيما صوتت ضد ست دول أعترف الجيش الإسرائيلي بقتله موظف الإغاثة في غارة جوية إسرائيلية وعنت القوات الإسرائيلية ارتكابها أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات مما أدى إلى قرار بإقالة ضابطين وتوبيخ قادة كبار رسميا وخالص التحقيق إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقدت خطأ أنها تقصف مركبات تقل المسلحين من حركة حماسة عندما قصفت الطائرات المسيرات سيارات الثلاثة التابعة لمنظمة World Central Kitchen الخيرية لكن الإجراءات المتبعة في العمليات انتهكت أعلنت حكومة الإسرائيلية موافقتها على أعادة فتح معبر إيريز المؤدي إلى شمال قطاع غزة والاستخدام المؤقت لميناء أزدود في جنوب إسرائيل وذكرت الحكومة الإسرائيلية أن مجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمنية وافق في اجتماع على خطوات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع كما وافق المجلس كذلك على زيادة المساعدات القادمة من الأردن من خلال معبر كرم أبو سالم يأتي ذلك بعد مطالبات أمريكية بزيادة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع ذكرت لجنة التحقيق الروسية أن إطلاق النار الذي وقع شهر الماضي في قاعة الحفلات الموسيقية ربما يكون مرتبطاً بالعملات العسكرية الخاصة التي تنفذها موسكو في أوكرانيا وأوضحت لجنة التحقيق الروسية أنها عثرت على صور لمقاتليين مع العالم الأوكراني على الهاتف المحمول لأحد المشتبه بهم بالإضافة إلى صور لطابع بريدي أوكراني واعتبرت ذلك دليلاً على صلاة محتملة أعلن الجيش الأوكراني أن سلاح الجو أسقط كل الطائرات المسيرة وعددها 13 طائرة التي استخدمتها روسيا في هجوم الليلة الماضية على المناطق الجنوبية وأضاف الجيش الأوكراني أن سلاح الجو دمرت طائرات المسيرة فوق مناطق زبورجيا وإدسا ودينبرو بيتروفاسكا وذكر الجيش الأوكراني أن إحدى الهجمات استهدفت البنية التحتية للطاقة في منطقة إدسا لكن الدفاعات الجوية صدت كل الطائرات المسيرة وصفت الخارجية الروسية خطط السويد لإقامة قاعدة عسكرية لحلف الناتو على جزيرة جوتلاند في بحر البلطيق بالاستفزازية وأكدت الخارجية الروسية أن خطط السويد العسكرية على جزيرة جوتلاند سيحول بحر البلطيق إلى منطقة مواجهة جيوسياسية وسيزيد المخاطر على الشحن رحبت كوريا الجنوبية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدين انتهاكات كوريا الشمالية وساعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان العام الثاني والعشرين على التوالي وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن هذا العام على وجه الخصوص يصادف الذكرى السنوية العاشرة لإصدار تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية أعنات السلطات التايوانية ارتفاع حصيلة الضحايا قرأ الزلزال الذي ضرب شرق الجزيرة أول أمس وبلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر إلى 12 شخصا وذكرت السلطات التايوانية أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى أكثر من ألف ومائة شخصا مضيفة أن فرق الإنقاذ تبدل قصار جهدها من أجل البحث عن العشرات من المفقودين يعد الزلزال الذي ضرب تايوان هو الأقوى منذ 25 عاما ختم مقز الثالثة دمتم في رعاية الله يعلمه شكرا لكم